بدأت ديليباري هيروال ألمانية لاستعدادات لإدراج منصة طلبات تتابع لها في سوق دبي المالي خلال الربع الأخير من العام الحالي وقالت الشركة في بيان لها أن تنفيذ الطرح العام الأولي سيغضع للموافقات التنظيمية وظروف السوق وموافقة مجلس الإدارة وأكدت أن الطرح العام قد يتم من خلال طرح ثانوي للأسهم وأنها ستحتفظ بحصة أغلبية بعد ذلك ومن المتوقع أن تصل إرادات سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في الإمارات إلى أكثر من 246 مليون درهم العام الحالي بمعدل نمو مركب مقتاره 15% ما يؤدي إلى ارتفاع حجمه إلى 323 مليون درهم بحلولي 2029